تسير المملكة العربية السعودية الشقيقة وفق رؤية اقتصادية واضحة تحقق من خلالها المنجزات الكبيرة والتقدم التنموي الملحوظ بما يحقق أمال وتطلعات المجتمع السعودي وذلك لكونها رؤية طموحة وشاملة نتعرف على أبرز ملامح الرؤية السعودية 2030 من خلال التقرير التالي ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة فرصة لتسليط الضوء على أبرز ملامح الرؤية الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى تحقيق مستقبل مشرق ومزدهر ينتقل من خلاله الاقتصاد السعودي إلى مستويات مرموقة تسعى رؤية 2030 إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل قطاع السياحة والترفيه وقطاع التقنية والطاقة المتجددة كما تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي وتحفيز القطاع الخاص تتضمن الرؤية العديد من المشاريع العملاقة مثل مشروع نيوم هذا المشروع الذي يمثل نموذجاً للمدن المستقبلية وإضاً مشروع البحر الأحمر الذي يهدف إلى تحويل منطقة الساحل إلى وجهة سياحية عالمية هذه المشاريع ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي في المملكة العربية السعودية الرؤية تولي اهتماماً كبيراً وخاصاً بالشباب والمرأة من خلال السعي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في سوق العمل وذلك حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم رواد الأعمال وتوفير التدريب اللازم لهم رؤية المملكة العربية السعودية نحو مستقبلها المشرق رؤية طموحة ومترامية الأطراف شاملة ومتكاملة دقيقة ومتجددة تواكب الأحداث والظروف وتتفاعل مع رؤى وأهداف المجتمع السعودي بل وتسعى لخلق واقع اقتصادي جديد ليس فقط للمملكة العربية السعودية الشقيقة إنما يمتد أثرها إلى ما هو أبعد من ذلك في تشجيع ودعم اقتصادات عربية أخرى محيطة بها اشتركوا في القناة